أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا مضيفة أن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية وأوضحت الخارجية أن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات آخذا في الاعتبار أن مجلس نواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق هذا وأكدت الخارجية المصرية أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينها وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد وتلبية تطلعات الشعب الليبي مضيفة أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة الرمية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد وأشارت الخارجية إلى أن مصر تدعو كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية اشتركوا في القناة